بسم الله الرحمن الرحيم. يعطيك العافية طلابنا وطالباتنا في كل مكان. طلابي على موقع وتد التعليمي. الطلاب اللي بتشري بطاقات جديد. كتير ناس ببعتولي على الواتس اب. استاذي انا ملحق ما بلحق. استاذي انا كيف بدي ابلش? استاذي كيف? اعطيني خطة اني ابلش فيها. شوف علي. انا طالب منك في كل اسبوع ساعتين فقط. علشان انت تمشي معاي وتلحقني. حتى الطلاب اللي موجودة بدي تحب انك تراجع برضو بما انه انت عندك امتحانات الان بتقدر انك تراجع من هاي الخطة البسيطة لمادة علوم الحاسوب على موقع وتد التعليمي. الآن استاذ خطة شهر عشرة هاي الخطة بتمشي على جميع الاشهر لكن كل الاشهر رح ازد لك كم من شغلة. بالاخر احنا رح نوصل لاتفاق انه في كل اسبوع ساعتين فقط. طلع علي وخلينا نشوف بالاسبوع الاول. ايش بدنا ننجز? طبعا انا بفضل انه هاي الخطة تطبحها تطبحها على ورق وتصير تحط تشيك. هسا بعلمك كيف? طلع علي استاذ. هسا هون اول اشي في الاسبوع الاول ساعات الدراسة بالاسبوع ساعتين. يعني انت لو جمعت هدول اللي منزلك اياهم في كل اسبوع اتعمدت اني اجمع لك الفيديوهات يطلعوا ساعتين فقط. الان استاذي اول اشي لازم تفهم انه عندك فيديو البداية. فيديو ايش? فيديو البداية. مدة اتنين وعشرين وخمسة وثلاثين. هاي البداية انا مبلش لك في المادة معطيك رؤوس اقلام عن كل اشي بيحتوي الوحدة الاولى. بعدين مبلش معاك في المقدمة. مقدمة الانظمة العددية منفوت على الدوسية اللي مهين دوسية النار لازم تكون معاك من خلال شرحي. طبعا الدوسية كامل المادة والبطاقة كامل المادة. بطاقة خمسة وثلاثين كل المادة وبرضو الدوسية كامل المادة. الان المقدمة مدتها اتناش واثنين وعشرين. بعدين فرعتلك الانظمة كل نظام لحال. شو هو اشي مهم؟ شو الاشي اللي بيجي عليه اسئلة؟ شو الاشي اللي حطينا عليه فوكس مهم ما يجاوزاري. فانا عندي هون اول اشي لازم تفهم وتدرس النظام العشرين. كم مدته؟ تقولي ستة وعشرين وستة عشر. بعدين اجيت لك شرحت لك النظام الثنائي وكل اشي مهم فيه. قديش مدته؟ عشرة وثلاثين بعدين دامج لك النظام الثماني والنظام السادس عشر. هذا هو مدته سبع دقائق وثلاثين. هون انت بتكون خلصت الفصل الاول بهدول الفصل الاول من الوحدة الاولى. الفصل الاول من ايش؟ من الوحدة الاولى. هسا انت استاذ هون خلصت الفصل الاول ما بيكون عندك والله خلاص امشي على التحويلات لا مشتغل معاك في هاي السنة شغل انك ما تحتاج اي اشي. الان استاذي رقم ستة في عندي بنك الانجاز والنجاح. اه شو بنك الانجاز والنجاح؟ انا فقط على هاي المواضيع. الان كل اشي ممكن يسألك فيه حاطلك اياه في هاي الاماكن. هذا قديش مدته؟ تقليد تساتاش وثمانية وثلاثين. طب استاذ كتير طويل؟ لا مش كتير طويل. انا بحللك وبشرح لك ليش هيك وايش ممكن يلعب بالسؤال. هسا انت كمان مفكر حالك خلصت؟ لا. كمان بنزل بعد الهاي امتحان. الامتحان هذا يا استاذ محوسب. بتقدمه بطلع لك علامتك. اذا انا اطلع كم مرة بتحل معاي في المادة؟ هي اول مرة رقم ستة. ورقم سبعة بتختبر حالك بس تخلص بنك الانجاز والنجاح تكون متهيئ ومخلص كل المواضيح هاي. بتقدم امتحان محوسب بطلع لك علامتك. طبعا الطلاب الموجودة شكرا لكم وما شاء الله عنكم. لكن كل طالب بيسجل بيبعث لي نفس المسج. هذا رح يكون لكل الطلاب الموجودة. الان استاذي عندي مصطلح ترتيب الخانم ووزن الخانم ريحك فيه ومعطيك بنك اسئلة ضخم كمان. حاط لك اياه في الاسبوع الاول. تخيل انت بس تخلص هاي الشغلات بتكون مخلص الفصل الاول من الوحد الاولى بقديش بالاسبوع الاول بس بدي ساعتين. انا مش مش حاشرك استاذ في يوم. انت حسب ما تشوف فضاوتك بدك تدرس مثلا الاحد ساعة. الثلاثاء ساعة انت هون بتكون مية المية. فاحنا هنا دائما انا مش مع ان اعطيك والله كل الايام تدرس فيها لانه انت عندك عديد المواد. فانا طالب منك ساعتين فقط. هاي الدراسة الصح لمادتي. تمام? تمام. اذا هذا الاسبوع الاول. انت مش مبلش معاي اطبع الورق هاي. ابعت لي على الواتس اب. ها شوف كيف. هاي الواتس اب. سفر سبعة تسعة ستة أربعة خمسة تسعة صفر صفر ستة. احكي لي انا طالب حاب اني اسجل معاك في البطاقة. ابعت لي البي دي اف. ابعت لك هاد. انت بتدرس. انت بتدرس صح? هسا انت والله خلصت فيديو البداية. ما بحب انك تمشي فيديوهات. بحب الاطقان استاذ. يعني انت بتتقن هذا الموضوع. بتعمل زي هيك. وبتكتب تم. تحط صح? بتحط هنا مثلا تم. بتخليها فاضية. عشان بدك ترجع لها. مثلا انت المقدمة هاي شوي. ما درستها فتا معن. اجا لك ببجي. اجا لك انستجرام. تعمل لي زي هيك. وبتحط نص عشان انت هون بتعرف حالك. انه والله انا بزيد ساعة في هذا الاسبوع. بتصير ثلاث ساعات. فانت مش مخير. الا انك انت تدرس مية المية. وبتا معن. يعني انا الساعتين هادول. انت بتخلص بالاسبوع. بتخلص فصل كامل من الوحدة الاولى. هون احنا خلصنا الاسبوع الاول. انت بتحكي لأستاذ الاسبوع الاول. يعني انا بقدر اخلصه بيومين. اكيد بتخلصه بيوم كمان. بس انت بدك تمشي بالترتيب. بتطبع هذا. بتحط لي خطة التم. خطة التم هاي استاد. عشان تعرف انت وين واصل. يعني والله انا بس مثلا هون وصلت. هسا انت بترجع بتقول والله انا عندي في هذا الاسبوع. عندي بنك الانجاز والنجاح. وعندي امتحان محوسب. لازم اني اخلصه قبل الجمعة. قبل الايش? قبل الجمعة. خلينا نشوف الاسبوع اللي بعده. هذا الاسبوع الاول. اسبوع اللي بعده. طبعا ترتيب الدروس في الموقع هيك. الان الاسبوع الثاني. كمان بدي منك ساعتين فقط. قديش بدي منك ساعتين فقط. الاسبوع الثاني بتبلش بالتحويلات العددية. طبعا التحويل رقم واحد. اللي هو من ثنائي الى عشري. بعدها الدرس الثاني من عشري الى ثنائي. هسا التحويلين هدول الاستاذي. طمنتعاش واحداش واتنين وعشرين وخمستعاش. طبعا لا قسمة ولا ضرب بكل المادة. انت بتيجي بتاخد الطرق اللي هي معتمدة باقل يعني باقل وقت وباقل جهد تقدر تطلع الجواب هيك بالنظر. طبعا شرحنا للمادة هون انت بتاخد الدرس اول اشي مقسم كالاتي. واحد بتلاقي عندك اللي هي نمط اضع دائرة. اضع ايش؟ اضع دائرة. كمان اثنين نمط الكتابي واكيد هذا مهم جدا. ثلاث في هذا الاسبوع ان شاء الله. رح يطلع هون امتحان الالكتروني لكل موضوع. اه يعني هون الامتحان الالكتروني لكل موضوع بتكون مقسم وضعك انه احنا منخلص الدرس خلص منسكر عليه. منسكر عليه بالكامل. اذا احنا خلصنا التنين. بتكون انت مخلص اسئلة وزارة واسئلة كتاب. وبقول لك هذا في 2021. هذا في 2018. فتخيل كيف مقدار الجهد في التحويلات. الان درس ثلاثة من ثنائي لثماني. من ثماني الى ثنائي. هاي خمستعش وثلاثة ثلاثة وثلاثين وثمانتعش واثنين واربعين. بعدها درس خمسة تحويلات من الثنائي الى السادس عشر. ومن السادس عشر للثنائي. هادوري الثنين كمان ستتاش. الى الثلاثة عشر. الان في عندي تحويل من ثماني الى عشري. فبستد مش مش زي ترتيب الكتاب. بستد انا ما شي لك لشان ما تقسم ولا تضرب لديش عندك واحد وعشرين وست وعشرين. هسا ورا كل موضوع رح ينزل هون امتحان وهونا امتحان. وهونا امتحان. وهونا امتحان وهونا امتحان. في كل موضوع بتاخد اصدت الكتاب. اصدت الوزارة. وامتحان على الاشي اللي بينزل. فهاي استاذي. زي نفس الاشي. اسبوع الثاني. تخلي الورقة قدامك. والله انا درست من ثنائي الى ثماني. بحط تم. بحط صح. ما تمكنت والله من هذا. بدي ارجع ادرسه مرة ثانية وبتقدر اتعيد قد ما بدك. بنحط نصح عشان اعرف انه والله هذا. بدي ارجع له في نهاية الاسبوع يوم جمعة او يوم سبت. تمام؟ هذا الاشي. بدل اسبوع الثاني. بتكون انت خلصت مقدار كبير من المادة. وانا مش طالب منك غير سعتين. مش كل يوم استاذ. ما بنفع كل يوم. طيب. خلينا نشوف اللي بعده. اسبوع الثالث من شهر عشرة. شو عندي? اسبوع الثالث عندي كمان سعتين. يعني انت كل الاسابيع لو حسبتها قديش درست. تطلع عندك ست ساعات او تمانية. اذا شديت حالك بتخلص بست ساعات كل المادة بالشهر. الان درست ثمانية التحويل من عشرة ثمانية. من الحالة العكسية ثمانتاش واربعة واربعين. هذا متى؟ في الاسبوع الثالث. الان عندي درست تسعة من سادس عشر لعشري اربعة وعشرين وتمانية. ومن عشرة الى سادس عشر. ثمانتاش واثنين وعشرين. هاي مدة الفيديوهات في الموقع. درس احداش من ثماني لسادس عشر. طب استاذ هذا مش موجود في الكتاب. اذا فكر فيه. ما اعطيك التركات عليه. اذا فكر فيه بالوزارة. هسا هون كمان كل ورا اشي تاخد هاي الشغلات في التحويلات. واحد ضع دائرة. اثنين. وزاري بحكي لك هذا وزاري الفين وواحد وعشرين. الفين ومن عالبدايش. هسا انت عندك ثلاث امتحان محوسب. وكمان بشهر احداش رح يطلع هون امتحان كتابي. طلع كيف تقسيم المادة. مش تغلين شغل صح. موش مخلينك الا تكون مبسوط. الان انا عندي من سادس عشر لثماني. هاي الحالة العكسية. هاي خمستاش وهي عشرة. هدول تحويلات زي ما نحكي من خارج الصندوق عشان نعرف كيف نتعامل معهم. الان درس 13 لم يرد وزاري. اللي هو الاكبر والاصغر. ما اعطيناك كم سؤال عشان تتعامل معاه. ولم يرد وزاري مهم جدا. الان الاستاذ ايش قل لي? قل لي انا عشان ما اتخربك. باجي انا بنقدك وعمل لك خريطة للتحويلات اللي اخدتها في الاسبوع الثاني والاسبوع الثالث. موجود عندك في الدوسية بتعبيلي اياها من فيديو خريطة للتحويلات. طبعا هاي خمس دقائق. وهي سبع دقائق. الان انا مش ما اعطيك بس ضع دائرة. اه استاذ شو بد كمان دك تعطيني؟ ده اعطيك النمط الكتابي جداول. اي كانت تيجي في الوزارة وايش ممكن يجي غير الجداول. هذا عشرين وثلاثين. استاذ طويل كثير. انا اقول لك لو انه تحول بكرة امتحانك. اجا والله قرار. استاذ والله انا خلص. هذا القرار انه الامتحانات كتابية. ما برجع بشرح لك المادة. انا معودك على كل الانماط وكل الاحتمالات. مثلا انت هون يجي الدرس ثماني عشري وعشري ثماني. والله هذا تم. خلص انا مية المية بحط ترك صح. هون تم. اذا هاي نص صح. اذا مش تم نص. فهون انت لازم تفهم انه هاي بترجع انت كمان مرة بتقدر تراجع مرة ومرتين وثلاث من خلال هاي الورقة. فاطباحها وتتوكل على الله وبلش. تمام? هس اجي عندك انت هون خلصت التحويلات بالكامل. خلصت التحويلات بكم? بست ساعات. بست ساعات. الان اجي حكالك الاستاذ احمد. عندي بمقدار الاسبوع الرابع التركات. شوف الوحدة الاولى بدك تخلصها بس بتخلصها باربع اسابيع. ومش طالب منها غير ثمان ساعات. وفي طلاب تقدر اكتر من ثمان ساعات. في طلاب رح تزيد. انت حسب كيف قدراتك. الان انا عندي نكشة التفوق متين عن متين. نكشة التفوق هاي يا استاذ. هي اللي انا معطيك كل تركات اللي موجودة في دليل المعلم. هاي قديش مدتها? 27 و 52. خلصت هاي? خلصت. قريبا رح ينزل هون امتحان. الكتروني. الكتروني لمين? لهاي النكشة. هسا اجا عندي العمليات الحسابية بالنظام الثنائي. عندي عملية الجمع. وعملية الطرح وعملية الضرب. جاهزين. 43 عملية الجمع في كل الحالات. في كل الاسئلة اللي وردت واللي ما وردت. رقم محمول. ممكن فيه اسئلة من خارج الصندوق. كمان في عملية الجمع. عليها. ثلاثة واربعين دقيقة. بعدين عملية الطرح 36. وعملية الضرب 15. قلت هون بتخلص بمقدار عشرين علامة في الامتحان. عشرين علامة وين في الامتحان. هسا هون أستاذ انت بس تخلص الثلاثة هدول بتكتبتم. وبتحط صح. بتكتب ان شاء الله عشرين. على عشرين. بإذن الله. خلي طموحك دائم من العلامة الكاملة معين. الآن انت بس تخلص الأسبوع الرابع بتلاقي عندك مراجعة قيدة التصوير هاي عن العمليات ودمجهم مع بعض. وفي عندي الذكاء الاصطناعي. انا مش نسيك من الحفظ. فانت بنزل عندك جزء الاول من الذكاء الاصطناعي امتحان محوسب. طلع كيف. وهنا كمان الذكاء الاصطناعي جزء الثاني امتحان محوسب. وجزء الثالث من الذكاء الاصطناعي امتحان محوسب. بضل لك عندك نظم الخبيرة وهو جزء الثالث وخوارزميات البحث انت هون بتكون بأول 11 منتهي من الفصل الأول فعادي أستاذ بتلحق بتلحق أستاذ أنا والله أنا ضايع في الحسوب بتلحق لا تضيع وقتك من هون لهون 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 ضيع وقتك في إشي مفيد هاي أنا عندي مفاجأة كل واحد بحضر للفيديو تبعتلي مسيج على الواتس أب على صفر سبعة تسعة ستة أربعة خمسة تسعة صفر صفر ستة تحكي لي بدي أستفسر عن بكج الحاسوب عامل لك بكج خرافي بطاقة معدوسية مع دفتر خاص في النيرد مع جلام وراغ وأشياء حلوة إن شاء الله وواصل لباب بيتك تبعتلي بدي أسعى عن البكج ببعتلك التفاصيل وبتقدر توصي وقت ما بدك خلصنا الأسبوع الرابع احنا خلصنا الوحدة الأولى تخيل تفق أجل من شهر تقدر تخلص وحدة أولى وبداية الوحدة الثانية الآن زي ما حكينا رجاء الكل بيطبع هاي الورقة وبتبع عليها وهو يدرسه طبعا الإنجاز الكبير إنك أنت أنجزت الوحدة الأولى عليها بمقدار سبعة وخمسين لتمانية وخمسين علامة وفتت كمان في الوحدة الثانية فإنت هنا أنجزت إنجاز كبير في هالمادة وبنعرف إنه مادة علوم الحاسوب راف على المعدل يعني كل عشر علامات علامة على المعدل فهونا مهم جدا وبنقدر نحكي أنت الآن في بر النجاح بإذن الله وعندك هنا تذكر دائما أنت شخص بتقدر أستاذ شخص راح تكون بأجدع الجامعات والتخصصات وحبك دائما الأستاذ أحمد الشهاب التخصص بده تعب اتعب في هاي المواد الحاسوب والمادة الاختيارية الثانية ورياضيات بتجيب بالتسعين بتفوت براحتك عالجامعة عشان لا تكلف أهلك ولا تكلف حالك وتدور عالجامعات ربي وفقك أحبك دائما الأستاذ أحمد الشهاب لا تنسى تطلب البيدي أف هذا من الواتس أب علشان نكون مية بالمية بإذن الله أعطيكم العافية ووفقكم يا رب